رحبت مصر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد اجتماع لمتابعة وتعزيز جهود الاستجابة والتأهب للأوبئة وخلال كلمة مصر في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أكدت مصر أن وباء كورونا كشف عن فجوات خطيرة في الهيكل الصحي العالمي مؤكدة أهمية زيادة التعاون الدولي من خلال الاستثمار في أنظمة مراقبة الأمراض للكشف عن مسبباتها والمتغيرات الجينية للفيروسات ولفتت مصر إلى أنها عملت على تطوير قدراتها في مراقبة الأمراض والفيروسات النشئة حيث تمتلك حاليا نظاما شاملا لرصد الأمراض المعدية إلى جانب السعي إلى الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة وعلاجها من خلال مبادرة 100 مليون صحة